السلام عليكم طلبة وطلبات الصف الاول اعدادي نكمل مع بعض شرح وحل كتاب المعاصر الوحدة التمنى الدرس الثالث والربع سؤال الاول عندي بيقول ده تحيا مصر بريتش اللي هو كبري تحيا مصر عايز يقولك ان هو اوسع كبري ايه في العالم طبعا هنا عايز يقول كبري معلق كنت معلق يا شباب اللي هي كلمة ساسبينشان يبقى كبري تحيا مصر ده هو اوسع كبري معلق في العالم سؤال التاني بيقولي ذا نوات is the time when the sun disappear at the end of the day بيقولك هنا بقى الوقت اللي الشمس بتختفي فيه في نهاية اليوم ده بيسميه وقت ايه طبعا ده شباب وقت الغروب لو غروب الشمس يعني بيكون اسمه sunset يبقى هنا ذا sunset سؤال اللي بعد بيقولي there is a beautiful not of the city from كايرو تاور خلي بالك بيقولك يوجد عايز يقولك هنا منظر جميل من فوق برج القاهرة يعني المدينة طبعا منظر عندي اللي هي كلمة تبيو سؤال اللي بعده بيقولي هنا mountain اللي هو جبل is the most dangerous sport at all بيقولك ده بها اخطر رياضة فيه او اخطر رياضة من كل الرياضات يعني طبعا ده اسمه mountain climbing اللي هي رياضة تسلق الجبالي سؤال اللي بعده بيقولي هنا كلمة Egypt has made great not in education مصر عندها اي عظيم في التعليم we are proud of that احنا لازم نكون فخرين به طبعا عندها او حققت انجازات كبيرة في التعليم كلمة انجازات اللي هي achievements سؤال اللي بعد كده بيقولي هنا خلي بالك كلمة able to يعني قادر على الشيء اللي بيكون قادر انه يسبب لك ازا او ضرر طبعا ده بيكون شيء خطر اللي هي كلمة يا شباب كلمة dangerous يابع عندي هنا هتكون dangerous سؤال اللي بعده بيقولي هنا remember that is is important to be not when you give your opinion خلي بالك لما تدي رأيك لحد لازم تكون مؤدب هنا بيقولك من المهم يعني ان تكون مؤدب كلمة مؤدبة شباب اللي هي كلمة polite يابع عندي هنا الاجابة هتكون polite سؤال اللي بعده بيقولي هنا the bridge has a glass not so you can see the river under your feet خلي بالك بيقولك ان الكبري ده بيكون فيه اي ازاز علشان كده بتقدر تشوف النهر من تحت رجليك طبعا طالما تحت شباب يبدأ اسمه ارضية ارضية الكبري اسمها floor صفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض السؤال اول فيها عندي بيقول honey bee is a or an not that produce honey خلي بالك عايز يقولك يعني الحشرة اللي بتنتك عسل النحل طبعا حشرة يا شباب اللي هي كلمة insect سؤال اللي بعده بيقولي most modern cars اللي هي معظم السيارات الحديثة are not بتكون ايه they are not cheap هي ليست رخيصة طبعا ليست رخيص ده معناه انه غالي السمن غالي السمن عندي يا شباب اللي هو كلمة expensive سؤال اللي بعد كده بيقولي هنا the bridge اللي هي الكبري is 67.36 مترز خلي بالك هنا بتكلم عن عرض الكبري كلمة عرض هبص في الاختيارات عندي هلاقي كلمة واحدة بس اللي تنفع اللي هي كلمة white سؤال اللي بعد كده بيقولي the opposite كلمة opposite يا شباب معناها عكس او مضاد عكس او مضاد كلمة beautiful beautiful طبعا معناها جميل عكس كلمة جميل يا شباب اللي هي كلمة قبيح اللي هي معناها ugly يبقى عندي هنا ugly acts beautiful سؤال اللي بعده بيقولي هنا what do you not about the new tv show خلي بالك بيسألك هنا اي رأيك بقى او بيسألك عن رأيك في الفيلم او العرض اللي كان موجود على التلفزيون ما رأيك what do you think سؤال اللي بعد كده بقولي many people كثير من الناس enjoy walking not the bridge in the evening خلي بالك بيقولك ناس كتير يعني بيستمتعوا بالمشي عبر الكبري اللي هي معناها كلمة across يبقى walking across سؤال اللي بعد كده بيقولك I disagree not you English is the most important subject طبعا شباب عارفين كلنا عندنا في اليونت من الكلمات اللي بيجي وراها حرف with انا لا اتطفق معاك يعني يبقى I disagree with سؤال اللي بعد كده بقولي I am proud not my father he does his best to make as happy خلي بالك proud دي بيجي وراها off لما يكون وراها اسم يعني my father دي اسم فهنا اختر off يبقى my أي بقى proud of my father فخور بيقولي صفحة اللي بعد كده عندي جزء السئلة الخاصة في القواعد سؤال اللي بيقول whales اللي هي الحيتان are not animals in the world خلي بالك هنا بيقولك يعني الحيتان بيفضلها على كل الحيوانات اللي في العالم اسلوب تفضيل يا شباب التفضيل the والصفة واخرها est يبقى هنا اقول له the biggest عايز اقولك الحيتان اكبر حيوانات في العالم يبقى اي صيغة التفضيل the الصفة اخرها est السؤال اللي بعده on saturdays the market is not zan on fridays خلي بالك اول ما تشوف zan وقبلها نوقات عايز هنا صفة اخرها er او more or less وصفة طويلة و zan فهنا عندي يا شباب كلمة quarter السؤال اللي بعده بيقولي هنا some people بعض الناس think that mass بيعتقدوا ان الرياضيات is not subject of all خلي بالك هنا عايز اقولك اصعب مادة يعني هنا بيفضل او تفضيل بيفضل الرياضيات عن كل الماء فهنا يقوليش كلمة اصعب اللي هي the most difficult يبقى زا هو الصفة اخرها est اللي هو صفة طويلة the most difficult السؤال اللي بعده بيقولي هنا the world is not suspension bridge opened in cairo خلي بالك هنا برضو بيقولك يعني اعرض كبري معلق في العالم تتحى في القهرة طبعا هنا برضو بيفضل بس عندي اس ملكية اس الملكية بقى بتشلي زا فهنا اختار widest بس لان اس الملكية بتخلينا استغنى عن ذا السؤال اللي بعده بيقولي i have the not family برضو هنا عايز اقولك انا عندي افضل او افضل عائلة يعني بذا best السؤال اللي بعده kyro is not city in egypt برضو هنا عايز اقولك ان القهرة دي بتكون اكثر المدن ازدحامل اللي هي كلمة busyest ليه الصفة اخرها est طبعا مش ال y وحط ما كان اي est السؤال اللي بعده بيقولينا this is not film i have ever seen برضو نفس الكلام يا شباب انا عندي هنا this is بيكلم عن film فيقوله the most poor السؤال اللي بعده بيقولي no one is taller than علي هنا بقولك فيش حد اطول من علي علي is the not boy in that class هنا بيفضل علي عن الولاد اللي في الفصل كلهم يبقى عايز za وراها الصفة اخرها est او متلاقي za وراها نقط حط للصفة est على طول يبقى the tallest سؤال اللي بعده بقولي a chair is not comfortable than صوفة خلاص انا عارفت ان دي صفة طويلة وبعدها za عايز more او less هدور في الاجابة علي واحدة بس من هم موجودة اللي هي كلمة less comfortable السؤال اللي بعد كده بيقولي which do you think is not city in the world خلي بهاي لك انا عايز برضو يستخدم كلمة the most انتفقنا يا شباب اسلوب التفضيل za والصفة اخرها est انا بستخدم the most لو ان الصفة طويلة بقوله the most exciting السؤال اللي بعد كده بيكون عندي سؤال correct طبعا سؤال مهم جدا السؤال اللي اول عندي بيقول what is the better place خلي بالك كلمة better دي ما ينفعش ابدا يجي قبلها za bitter عايزة بعدها za انتفقنا ان good بنجيب انها bitter za يبقى هنا اختار the best best هي اللي ممكن ييجي قبلها za وهنا اقوله الافضل يعني او افضل مكان اقوله best the best صفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض السؤال اول فيها بيقولي tennis is least dangerous than football خلي بالك الصفة دي صفة مقارنة لانه عندي هنا صفة طويلة وعندي zan طالما zan عايزة قبلها more او less طبعا هنا least هتتشال ونتبقى هنا less يبقى هنا less dangerous than السؤال اللي بعده خلي بالك بيتكلم عن شوارع القهرة بالنسبة لمصر كلها دي تفضيل برده يا شباب تفضيل يبقى عايزة هنا قبل الصفة ايه za يبقى za والصفة اخرها est طبعا هنا بيزي بنشيل ال y ونحط مكانها i est فاسمها the bestiest السؤال اللي بعده بيقولي هنا she is tall girl in our country برضو هنا بيتكلم عن البنت دي والدولة كلها او البلد كلها يبقى هنا برضو مش هينفع استخدم طول كده لازم تفضيل بقى يبقى za tallest the والصفة اخرها est هو ده اسلوب التفضيل يبقى the tallest السؤال اللي بعده بيقولي the more dangerous animal in the world برضو نفس الكلام هنا بيتكلم عن الحشرات بالنسبة للعالم كله يبقى هنا هتتخدم the most زا ما بيجيش وراها more مور عايزة معها زامن فهنا اقوله the most السؤال اللي بعد كده بيقولي هنا the blue car is most expensive car here بيتكلم عن السيارة الزرقة بمسبر كل العربيات اللي موجودة هنا فهنا most عايزة قبلها the فهنا اقوله the most لان ده صيغة تفضيل the most expensive دي صفة طويلة السؤال اللي بعده بيقولي is Mr. Ali your good teacher برضو هنا بيتكلم عن Mr. Ali كمدرس نضم المدرسين كلهم فهنا مينفعش نستخدم good لك هستخدم مكانها كلمة best السؤال اللي بعد كده بيقولي she is the young daughter طبعا هنا ما ينفعش يا شباب لازم يجي وراها الصفة واخرها est فهنا اقوله the youngest اللي هي صيغة F تفضيل فاقوله the youngest الصفة اللي بعد كده نكمل مع بعض عندنا exercise على الدرس التالت والرابع بيبدأ معايا بسؤال اول سؤال سؤال نص الاستماع خلي بالك السؤال ده سهل جدا عبارة عن قطع صغيرة كده بتسمحها ومن خلال اللي انت سمعته بتبدأ تختار الاجابات اللي قدامك دي طيب السؤال ده سهل جدا اهم حاجة ان اتقرأ الاسئلة كويس جدا عشان تبعارف ايه من القطع اللي انت بتسمح طيب انا بحلو الشكل السريع ده ليه لان السؤال ده اصلا محلول في اخر الكتاب والقطع موجودة في اخر الكتاب علشان كده بحلولك بسرعة كده وبعدين نبدأ نحل على طول في السؤال اللي بعده اللي هو بيكون سؤال اختياري سؤال اختياري شباب السؤال الاول عندي هنا بيقول لي احمد خلي بالك دي صفة طويلة وصيغة مقارنة صفة طويلة وصيغة مقارنة عايزة قبلها مور او لاس لان زان ما ينفعش يجب معها از از عايزة از وموست عايزة زا قبلها اما مور تنفع معي هنا اقول له مور وطبعا ليست عايزة زا قبلها سؤال اللي بعده بيقول لي this is the not company خلي بالك اول ما تشوف زاي بصفة اخرها اس تي وهنا بيفضل الشركة دي في العالم كله يبقى ده تفضيل بحيث صفة اخرها اس تي تبقى ده بجست سؤال اللي بعده بيقول لي are you proud نقاط بي ايجيبشن حدا يقولي proud بيجورها اوف اه بس انا ما يكون بعد النقاط اسم يبقى هنا شباب في فعل في المصدر فعل في المصدر بيقول له proud to يعني فخور لكوني مصري هنا اقول له proud to فخور لكونك مصري سؤال اللي بعده many people enjoy نقاط اكروس كاثرينيل بريج ان ذا ايفنين خلي بالك ولك كثير من الناس بيستمتعوا هنا يبقى walking across وما بيحبروا يعني كبري سؤال اللي بعده many people enjoy walking on that glass برضو هنا بتكلم عن ارضية الازاز للكبري الناس برضو بتستمتع بالمشي على الارضية الزجاك طبعا الارضية شباب اللي هي كيمة floor سؤال اللي بعده بيقول هنا it's important to be polite when you not Europeanion خلي بالك من المهم انك تكون مؤدب جدا وانت بتعطي رأيك سؤال اللي بعده بيقولي mountain climbing اللي هو تسلق الجبال it's the most not sport many people fall and die كلمة ضايمة يعني هي يموتوا ومعظم الناس او فيه ناس برضو هم بتسلقوا الجبال ممكن يموتوا فدي خطيرة جدا فقوله dangerous اللي هي اخطر رياضة صفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض السؤال اول فيها بيقولي we must not our environment خلي بالك هنا برضو بيتكلم عن اننا يجب اننا نحمل بي انا يحمل اللي هي protect السؤال اللي بعده بقولي my youngest brother look's not my dad they are the same عايز يقولك يعني ان اخويا صغير بيشبه والدي هما اللي هي من نفس الشبه يعني يشبه اللي هي look like السؤال اللي بعده what's your not of doing sport every week خلي بالك هدن انا مصطلح كده اسمه اللي هو ما رأيك السؤال اللي بعد كده بيكون عندي سؤال correct خلي بالك سؤال correct ده سؤال مهم جدا عبارة عن اربع نقطة شباب بيكون عليهم اربع درجات كل علي ان اشيل الكلمة الغلط دي وكتب مكانها الكلمة صحة طيب السؤال اللي اول عندي بيقولي what's the more difficult subject at school طبعا هنا ما ينفعش الناس تخدم the more لكن اقول the most عرفنا الصفة طويلة مع التفضيل بنستخدم the most more عايزة بعدها than السؤال اللي بعده how much people طبعا كم عدد الناس ما ينفعش يقولك how much people people ده اسم يعد طبعا اسم يعد طبعا اسم يعده شباب هقوله how many كامل حدد هقوله how many people سؤال اللي بعده بيقوله هنا سالما is the more active girl برضو نفس الكلام قلنا more ما بتجيش قبلها than more عايزة than بعدها هنا اقوله the most سؤال اللي بعد كده بيقوله he is good at english than me برضو good يا شباب ما ينفعش تجي مع than قلنا دي صفة شزة بنستخدم معها كلمة bitter فهنا اقوله he is bitter good ما ينفعش ان انا احط في اخرها er دي من الصفات الغير منتظمة فبقوله هنا better than سؤال بعد كده بيكون سؤال paragraph السؤال ده محلول في اخر الكتاب